السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم ورحمة الله يا رب دمان تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنكمل مقرر الجبريل سنة تانية اعداد الترمي الاول ولذلك عزق المشاهد ورقتك وقالما يكون كوب بيتي شي جميلة بتاعتك ويلا بينا درسنا النهاردة ان شاء الله اللي هو مجموعة الاعداد الحقيقية اللي الرمز بتاعها حا يا سلام يا سلام ايه بقى هي مجموعة الاعداد الحقيقية ديات تعال كده نرجع بالزمن مع بعض لي المجموعات اللي احنا اخدناها قبل كده اول حاجة اخدنا اصغر مجموعة خالص اللي هي مجموعة اعداد العد اللي انا بعد بيها 1 2 3 4 5 الى ما لا نهاية زودنا عليهم الصفر وعملنا مجموعة اعداد اكبر شوية اسمها مجموعة الاعداد الطبيعية 0 1 2 3 4 الى ما لا نهاية بعد كده اكتشفنا ان في حاجة اسمها اعداد سالبة وبقى عندنا مجموعة اسمها مجموعة الاعداد الصحيحة صادق 0 1 2 3 4 5 الى ما لا نهاية بالمجب وكمان من نحة التانية عندنا سالبة 1 سالبة 2 سالبة 3 سالبة 4 الى ما لا نهاية بالسالب بعد كده عرفنا ان في حاجة اسمها كسور واعداد عشرية وعرفنا ان في مجموعة اعداد اسمها مجموعة الاعداد النسبية اللي هي نون والحصة اللي فاتت اخدنا مجموعة جديدة اسمها مجموعة الاعداد غير النسبية اللي هي مين اللي هي نون شرطة صح؟ وقلنا ايه؟ ان دي حاجة ودي حاجة هو العدد يا اما هيبقى نسبية اما غير نسبية يا هنا يا هنا ما فيش اي حاجة مشتركة ما بين المجموعتين دول نون ونون شرط ايه بقى هي مجموعة الاعداد الحقيقية دي؟ قال لك يا صديقي الاعداد الحقيقية هي عبارة عن الاعداد النسبية وعليها الاعداد غير النسبية يا سلام يا سلام يعني عاوز تقولي ان المستطيل دا كده كله او مستطيل دا كده من اوله لاخره كده هو عبارة عن الاعداد الحقيقية مظبوط يا صديقي دا كده هو مجموعة الاعداد الحقيقية عبارة عن الاعداد النسبية على الاعداد غير النسبية يبقى سواء بقى الجزور اللي قدامك كان لها قيمة صحيحة او ملهاش فهي تعتبر اعداد كلها اعداد حقيقية يبقى الاعداد الحقيقية هي المجموعة اللي فيها كل الاعداد كل الاعداد كل الاعداد قال لك لا جميع الاعداد اللي في الدنيا اعداد حقيقية ما عدا رقم واحد الجذر التربيعي للعدد السالب فاكرين لما كنا بنقول ما فيش حاجة اسمها جذر تربيعي للعدد السالب اه ما فيش جذر تربيعي للعدد السالب فحا ما فيش جذر تربيعي للعدد السالب في مجموعة الاعداد الحقيقية السالب تحت الجذر التربيعي ماله فسق وفجور يبقى الجذر التربيعي للعدد السالب لا ينتمي للعدد الحقيقية وعندنا كمان المال النهاية بالمجب والسالب مال النهاية دول برضو اعداد غير حقيقية اما الاسمهم ايه بقى الاعداد ديت ديت يا صديقي اسمها اعداد تخيلية اعداد ايه تخيلية وهتدرسها ان شاء الله في سنة اولى سنوي ما تستعجلش انت بس هتدرس مع بعض السنة دي اللي هي الاعداد الحقيقية في درسنا النهاردة ان شاء الله ما عندناش غير هما فكرتين اتنين بس اللي هما الترتيب والمعادلات طيب نبدأ في اول حاجة منهم اللي هو الترتيب لما تديك اعداد حقيقية اعداد حقيقية يعني عندك جذور لها قيمة وجذور ملهاش قيمة صحيحة ازاي نرتب الاعداد دهيات بص يا معل عشان خاطر ترتب اعداد حقيقية فيها جذور بالشكل ده رقم واحد اي جذر عندك له قيمة صحيحة حله يعني مثلا هنا جذر سبعة وعشرين له قيمة لا ده جذر تربيعي مش تكعيبي طيب خمسة واربعين لأ عشرين لأ اه جذر التكعيبي لسالب واحد اللي هو بيساوي كام يا جماعة اللي هو بيساوي سالب واحد حل سالب واحد طيب نزل بقى باية الاعداد تاني سفر ستة جذر عشرين وجذر خمسة واربعين وسالب خلي بالك وجذر سبعة وعشرين طيب رقم اتنين اتخلص من كل الجذور اللي عندك نعمل ايه اتخلص من الجذور طب كل الجذور اللي عندي عبارة عن جذور ايه تربيعية اتخلص منها ازاي عدو الجذر التربيعي هو مين ايه التربيع اروح مربع الاعداد ديات كلها بس خد بالك اوعى تحزف السالب السالب لازم ينزل فقبل ما تربع كده يا باشا نزل السالب الاول كده عشان خاطر ما تنزهوش تعالا بقى نربع الايه الاعداد اول حاجة الجذر هيطير مع التربيعي يتبقى سبعة وعشرين الجذر هيطير مع التربيعي يتبقى خمسة واربعين الجذر هيطير مع التربيعي يتبقى عشرين ستة تربيع بكام بستة وتلاتين سفر تربيع بسفر وطبعا واحد تربيع بكام بواحد بس اوعى تحزف الايه تحزف السالب دلوقتي يلا نرتب بقى تصاعديا أصغر حاجة مين طبعا أنا عندي أعداد موجبة وأعداد سالبة فطبيعي الأصغر هيبقى الأعداد الايه السالبة الأول فهبدأ بالأعداد السالبة أصغر واحد عندي سالب 45 ولا سالب 1 طبعا سالب 45 لأن الأعداد السالبة كل ما بتكبر كل ما بتصغر مين اللي أكبر منه على طول اللي هو السالب 1 بعد كده عندي مين عندي الصفر يعني خلاص خلاص خلصت الأعداد السالبة بعد كده دخلت على الصفر ندخل بقى على الأعداد الموجبة عندي 27 20 36 أصغر واحد هو العشرين بعد كده عندي 27 بعد كده عندي 36 كده خلاص رتبنا الأعداد هرجع بقى كل الأعداد لأصلها اللي موجود في الأول خالص في السؤال أول حاجة عندي سالب 45 اللي هو أصلا في الأصل كان عبارة عن إيه كان عبارة عن سالب جزر 45 أصغر منه سالب واحد كان في الأصل عبارة عن إيه كان عبارة عن جزر تكعيبي لسالب واحد الصفر كان هو صفر بعد كده العشرين العشرين كانت عبارة عن جزر 20 27 كانت عبارة عن جزر 27 وأخيرا 36 كانت عبارة عن إيه عبارة عن 6 بس كده يا عم الحاج تاني مع بعض كده سريعا نفتكر احنا عملنا ايه رقم واحد حلينا الجزور اللي ممكن تتحل رقم اتنين اتخلصنا من كل الجزور اللي عندنا ازاي ده جزر تربيعي بتخلص من الجزر التربيعي بالتربيع بس مش بحزف السالب السالب بيفضل زي ما هو مش بينحزفه نتخلص بقى من كل الجزور من خدال التربيع عشان ده جزر تربيعي بعد كده ارتب بعد كده ارجع كل الاعداد لاصلها تعال نعمل نفس الخطوات تاني في المسألة التانية لو انت لسه ما وضحتش معاك المسألة الاولانية رقم واحد حل كل الجزور اللي ممكن تتحل جزر تكعيبي التسعة ملهوش تتكعيبي مش تربيعي جزر تكعيبي التلاتاشر ملهوش تلاتة مفيهاش حاجة جزر تكعيبي لسالب تمانية اه ديت بقى يا معلم هي اللي لها حل بكم سالب اتنين نزل كل الاعداد زي ما هي جزر تكعيبي لتسعة بعد كده جزر تكعيبي لتلاتاشر بعد كده تلاتة بعد كده عندي هنا سالب تلاتة اعمل دلوقتي اتخلص من كل الجزور ديت جزور ايه؟ جزور تكعيبية عدو الجزر التكعيبي هو التكعيب يلا بتكعيب جميع الاعداد بتكعيب جميع الاعداد طبعا الجزر هيطير مع التكعيب يتبقى عندي تسعة الجزر هيطير مع التكعيب يتبقى تلاتاشر تلاتة تكعيب بسبعة وعشرين نستها اعملها بالقلال حسبة السالب ينزل اتنين تكعيب بتمانية السالب ينزل تلاتة تكعيب بسبعة وعشرين يلا نرتب بس خلي بلك المرة دي تنازوليا هبدأ بالكبير عندي موجب وعندي سالب طبعا هبدأ بالموجب الاكبر طيب اكبر واحد عندي مين سبعة وعشرين يبقى سبعة وعشرين مين اللي اصغر منه على طول اللي هو التلاتاشر اللي اصغر من التلاتاشر التسعة اللي اصغر من التسعة كده انا خلصت الموجب السالب بقى مين الاكبر السالب تمانية ولا السالب السبعة وعشرين السالب تمانية لأن العدد السالب كل ما يكبر كل ما يصغر بعد كده أخيرا أصغر واحد عندي سالب 27 يا سلام يا سلام يا سلام تعال بقى نرجع كل الأعداد ديت لأصلها من تاني 27 اللي هو كان في الأصل كام؟ كان في الأصل عبارة عن 3 أكبر من 13 كان عبارة عن جزر تكعيبي لـ 13 9 كان عبارة عن جزر تكعيبي لـ 9 ثالب 8 كان عبارة عن جزر التكعيبي لثالب 8 بعد كده عندي سالب 27 اللي هو كان في الأصل لثالب 3 كده يبقى أنا خلاص رتبت الأعداد ديت ترتيب تنازلي يبقى أنا بحل الجزور اللي ممكن تتحل بعد كده بتخلص من الجزور بعد كده برتب ورجع الأعداد لأصلها من تاني طيب عندنا بقى شوية ملاحظات كده قبل ما نخش على المعادلات مش إحنا لسه واخدين أن مجموعة الأعداد الحقيقية عبارة عن الأعداد النسبية اتحاد الأعداد غير النسبية؟ آه طيب لو قلت لك الأعداد الحقيقية فرق الأعداد النسبية يعني الأعداد الحقيقية هنشيل منها الأعداد النسبية هيتبقى مين؟ هيتبقى الأعداد غير النسبية طيب الأعداد الحقيقية شيل منها الأعداد غير النسبية يتبقى الأعداد النسبية تمام تمام الاعداد الحقيقية عبارة عن اعداد حقيقية موجبة اتحاد اعداد حقيقية سالبة اتحاد الصفر الصفر لا هو موجب ولا هو سالب تمام كمام عندنا بقى حاجة اسمها ها ستار اي مجموعة في الدنيا عليها ستار معنى الستار ديت يعني المجموعة ديت بس من غير الصفر من غير مين من غير الصفر يعني مثلا فاكرين مش الاعداد الطبيعية هي عبارة عن اعداد العد اللي هي 1 2 3 4 بس عليها الصفر اه معنى كده ان طه ستار يعني طه من غير الصفر عبارة عن اعداد الايه اعداد العد عين صح صح وطبعا مجموعة الاعداد الحقيقية الموجبة تقاطع الاعداد الحقيقية السالبة بيساوي فاي هو العدد يقيم موجب يقيم مسالب مفيش حل وسط وطبعا زي ما قلنا المرة اللي فاتت الاعداد النسبية تقاطع الاعداد غير النسبية بيساوي برضو ايه بيساوي برضو فاي ديت كلها ملاحظات بتنفعك في مسائل اكمل واختر الاجابة الصحيحة بتيجي عليها شوية مسائل لازم تكون فاهموا معارفهم عشان خاطر تعرف تحل المسائل ندخل بقى على المعادلات والسؤال اللي بيقولك اوجد مجموعة حل المعادلات الاتية في نون شرطة اخد بالك مجموعة التعويض بتاع المعادلات هي مين نون شرطة اللي هي القرات غير النسبية يعني ايه كلام ده يعني لما حل المعادلة لو طلعت قيمة السين عدد غير نسبي يعني جزر اكتبه في مجموعة الحل لو ما طلعش غير نسبي يعني طلع عدد نسبي عادي يبقى مجموعة الحل فاي طيب يلا بينا نحل اول معادلة بيقولك ايه بيقولك تلاتة سين تكعيب ناقص واحد بيسوي تمانية يلا معادلة عاوزين نحلها بنعمل ايه شباب هناخد السالب واحد ده ودي نحل تانية بعكس الاشارة يبقى عندنا على اليمين تلاتة سين تكعيب بيساوي تمانية بعد كده مجموعة بدل سالب واحد هنا يبقى مجموعة هنا يعني تلاتة سين تكعيب بيساوي كم دول بتسعة تمانية واحد تسعة هنقسم هنا على التلاتة وهنا على التلاتة فيحصل ايه صديقي يحصل تلاتة تروح مع التلاتة فيتبقى عندنا على الناحية اليمين مين سين تكعيب بيساوي تسعة على التلاتة فيها الكام فيها التلاتة تكعيب عدو التكعيب الجزر التكعيبي عدو التكعيب الجزر التكعيبي جزر التكعيبي للطرفين يحصل ايه بقى الجزر التكعيبي يطير مع التكعيب فيتبقى عندك على الناحية اليمين سين بتساوي الجزر التكعيبي للتلاتة اه دلوقتي السين بجزر التكعيبي للتلاتة هو ده عدد غير نسبي لان انا عندي مجموعة التعويض هي ايه نون شرطة فلازم يطلع العدد دوت غير نسبي اه فعلا الجزر التكعيبي للتلاتة غير نسبي معنى كده ان اذا مجموعة الحل بتساوي الجزر التكعيبي للتلاتة المعادلة اللي بعدها يا صديقي المعادلة اللي بعدها بص 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 الحركة دي اربعة ستين سين تكعيب نقص اتنين بيساوي سالب تسعة وعشرين يلا نحل اول حاجة نعملها ايه يا صديقي هنودي ايه هنودي السالب اتنين دي النحاة التانية بعكس الاشارة يلا بينا على الناحية اليمين هيبقى عندك اربعة وستين سين تكعيب بتساوي على الناحية الشمال سالب تسعة وعشرين موجب اتنين يا سلام يلا نحل اربعة وستين سين تكعيب بتساوي سالب تسعة وعشرين موجب اتنين يبقى سالب سبعة وعشرين هنقسم هنا على الاربعة وستين وهنا على اربعة وستين فيحصل ايه الاربعة وستين دي تروح مع الاربعة وستين دي فيتبقى عندي على النحة اليمين سين تكعيب بتساوي سالب بق سبعة وعشرين على اربعة وستين نتخلص ازاي من التكعيب عدو التكعيب الجزر التكعيبي عدو التكعيب الجزر التكعيبي يا سلام يا سلام يا سلام يحصل ايه بعد الوقتي التكعيب يطير مع الجزر التكعيبي فيتبقى على الناحية اليمين عندي مين عندي سين وعلى الناحية الشمال الجزر التكعيبي للسالب يطلع سالب والجزر التكعيبي اللي 27 بكم 3 على الجزر التكعيبي 64 بكم 4 السين طلعت بسالب 3 على الاربعة هو سالب 3 على الاربعة عدد غير نسبي لا ده عدد نسبي وبالتالي مجموعة الحل تساوي يا مستر ما هو السين طلعت سالب 3 على الاربعة ايوة فعلا طلعت سالب 3 على الاربعة بس هو قال لي انا عاوز مجموعة الحل فين في نون شرطة فلازم يطلع العدد غير نسبي لو طلع نسبي زي ده كده يبقى مجموعة الحل فاي طيب المعادلة التالت يلا بينا نحلها بيقولك ايه سين تربيع بتساوي خمسة معادلة سهلة جدا نخطة واحدة نتخلص ازاي من التربيع بالجزر التربيعي اه دو التربيع الجزر التربيعي ولكن ولكن في المعادلة لما اخد جزر تربيعي باخد جزرين وايه وقشارتين مجب وسالب يا صديقي مجب وسالب الجزر يطير مع التربيعي تبقى السين بتساوي مجب وسالب جزر خمسة هو ده عدد نسبي ولا غير نسبي ده غير نسبي عشان جزر خمسة اه يبقى مجموعة الحل بتاعتي بتساوي ايه بقى جزر خمسة وسالب جزر خمسة بس كده بس كده المراتي بقى بيقولك انا عاوز مجموعة الحل فيها اللي هي مجموعة الاعداد الحقيقية والاعداد الحقيقية ديت فيها الاعداد النسبية وغير النسبية يعني مهما كان العدد اللي هيطلع هنكتبه في مجموعة الحل الا الا الجزر التربيعي للعدد السالب ده هو الوحيد اللي مايتكتبش الجزر التربيعي للعدد السالب بقى مش موجود في الاعداد الايه الحقيقية اي حاجة تاني سواء بقى كان فيها جزر او ما فيهاش بيتكتب يلا بينا اول معادلة عندك اللي هي مين اللي هي بتقولك تلاتة سين تربيع زائد مية خمسة وعشرين بتساوي متين واحد وعشرين يلا ودي النحة تاني بعكس الاشعارة يبقى تلاتة سين تربيع بتساوي متين واحد وعشرين ناقص مية خمسة وعشرين يبقى تلاتة سين تربيع بتساوي ستة وتسعين نقسم هنا على التلاتة وهنا على التلاتة تلاتة تروح مع التلاتة يتبقى عندنا سين تربيع بتساوي ستة تسعين على التلاتة فيها الاتنين والتلاتين فيها الاتنين والتلاتين نتخلص ازاي من التربية بالجزر التربيعي عدو التربيع الجزر التربيعي في المعادلة جزر تربيعي جزرين وقشرطين يا سلام يا سلام يا سلام فالجزرة هيروح مع التربيع ويتبقى عندنا السين بتساوي موجب وسالب جزر 32 يبقى اذا مجموعة الحل بتساوي جزر 32 وسالب جزر 32 بس كده معلم كده احنا حلنا المعادلة الاولانية المعادلة التانية بتقولك ايه سين ناقص ثلاثة الكل تكعيب بيساوي 125 فاكرين دي كنا بنحلها ازاي ماينفعش اخرج حاجة من جوه القوس الا ما تخلص من الايه من التكعيب اللي فوق القوس لازم افك القوس الاول طب ازاي تخلص من التكعيب عدو التكعيب الجزر التكعيب عدو التكعيب ايه الجزر طيالة بين الجزر التكعيبي هنا والجزر التكعيبي هنا وطبعا الجزر التكعيبي مش بنحط معاه اي اشارات كلام ده في التربيع بس انما التكعيبي عادي التكعيب يطير مع الجزر يتبقى عندك مين يتبقى عندك سين ناقص ثلاثة بتساوي الجزر التكعيبي 125 خمسة الله 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 دلوقتي ناخد ثالب ثلاثة النحية التانية بعكس الاشارة يبقى عندك هنا سين بتساوي خمسة موجب بقى ثلاثة بدل تسالي بتبقى موجب يعني السين بتساوي كم خمسة وثلاثة تمانية يبقى ازا مجموعة الحل بتساوي كم بتساوي تمانية المعادلة التالتة والاخيرة يلا عشان خاطر نلم الفرش والنقنص الأرض ونقفل المحل يلا اتنين سين تربية زاقت ستة بتساوي أربعة ودي الستة النحية التانية يبقى اتنين سين تربية بتساوي أربعة ونقص ستة يبقى اتنين سين تربية بتساوي سالب اتنين علاوة تنين علاوة تنين يبقى السين تربية بتساوي سالب واحد يا مستور بوراحة علي يا MSO يا مستور بوراحة يا MSO بقى يا مستور يا launched بطلغبط لما بتجري كده بطلغبط ارغبط يا معالة ودي اتنية الحال التالية بعكس الرشاط طرحتهم تلعب سلب 2 أسمت على الجنب السين هنا 2 وهنا 2 2 رحت مع الاتنين يتبقى سين تربيع بتساوي سلب 2 على الاتنين بسلب 1 معادلة عادية جدا نفهاش أي اختراع يلا بينا نتخلص من التربية عدو التربيع الجزري تربيعي جزري تربيعي جزرين وقشارطين السين بتساوي موجب وسلب جزري سلب 1 جزري تربيعي لعدد سالب السالب تحت الجزري التربيعي فسق وفجور يبقى مجموعة الحل بتساوي طيب وكده بخلصنا حسيتنا النهاردة أتمنى كانت درسك خفيف لطيف ظريف عندنا جميعا ياريت تدعمنا باللايك الجميل وتشتري في القناة لو أنت مش مستركوا في الختام سبحانك العلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم